في حاجة البنك المركزي عاوز يعملها وعمال يتكلم فيها اسمها الشمول المالي يعني من يستخدمش بقى النقدية ويبدأ كل واحد معه كارت بنكي يتعامل به وحساب بنكي ماشي اخر ما يخطر على باله البنك المركزي ان الشمول المالي يوصل الجامعة يعني مثلا مش كل الميت مليون ليهم ميت مليون حساب اذا استسننا الاطفال يعني ده احنا لسه حتى البناء ادمين مراحوش وفتحوا حسابات في مشاكل يعني ده لسه مبرح رئيس الهيئة القومية للتأمنات والمعشات بيقول للناس بتوع المعشات روحوا غيروا بقى البطاقة الزرقة بكارت ميزة يعني لكن وزارة الاوقاف دائما سباقة وقررت انها تطبق الشمول المالي فين بقى حالها تطبق الشمول المالي جوه دواوين الوزارة مثلا في التعاملات عندها هي شوها تقدر تأجرها عندها اراضي تبدأ تبيعها فتقولك لا ما تدينيش شيك حولي حساب لا قررت تطبق الشمول المالي في اخر نقطة ممكن يخطر على بالك ايه هي التبرع للمساجد يا مؤمن يعني تدخل الجامع تلاقي مكنة فوري احنا زمان كان بيبقى فيه صندوق خشب كده فانت وانت داخل معك عشر اساخ جنيه اتنين جنيه فتقولي يلا الواحد يتصدق وعادة بيبقى اكتر حاجة بتبقى في صلاة الجمعة بس كوني ان انا ادخل الجامع ودور على مكنة فوري عشان اتبرع يعني دي حاجة غريبة قوي يعني يعني انا موافق الشمول المالي يتوزع في حيطك كتير جد بس التبرع بعد كده هيبقى بالفيزا بقى طبما نروح بقى ليه الناس المتسولين واللي عاديين في الشوارع بدل ما ياخد مني فلوس يشتري بقى مكنة كده والحاجات دي يا اخوانا يعني خلوا الناس على عادتهم يعني في عادات اه احنا ضدها وفي ثقافة وتقاليد بس كل واحد يحب يتطمن ان الفلوس طلع من جيبه اهيه ودخلت جوه الصندوق لكن انت تقوله فوري ومش فورك طب دور بقى اللي يتبرعلك في الريف وفي الصعيد يعني الناس يقولك لا انا عايز احس رنة الجيني المعدن نازل جوه الصندوق الخشب انا يعني اطالب السادة المسؤولين في وزارة الاوقاف وعفوا مش قصدي وزير الاوقاف ممكن ما يكونش هو صاحب القرار لكن انهم بس يخلوا الناس على طبعتهم في بعض العادات والتقاليد مش كفاك انوا في رمضان قالك مش عارف الغي صلوات ايه واعمل ايه وقفل ايه وخلي صلات العيد سبع دقايق والتجبرات مش عارف دقيتين طب ما تيجوا تقروا مكاننا الفتحة بقى مثلا يعني فخليكوا بس يعني ايه وانتوا قبل ما اطلعوا قرار فقروا فيه فقروا في ردود الافعال بلاش فكرة القرار اللي بيطلع من قوضة ضلمة كده انا كمسؤول واعتقد ان انا اتيت بما لم يأتي بيه الاولون يعني لا طبعا القصة مش كده خالص يعني لكن طبعا ما انت بقى بتتكلم على التجديد تعال اقولك التجديد الصح يبقى فين التجديد الصح انه كل طبيب النهاردة دكتور في عيادته ما اكتبش الرشدة بالقلم الجاف نعكشة الفراغ اللي بيعملها لي نعكشة الفراغ دي بتود الناس في داهية الراجل اللي هو الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة بيقولك حرف واحد في رشدة ادى الى وفاة مريض دوة يعني بدل حرف مثلا اي كتب ال حاجة زي كده خلاص طير مريض روح ماتت فالنهاردة في دعوة من الدكتور محفوظ رمزي وانا بضم صوته لصوته رئيس رجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة بيقولي اخوانا ينبغي تعميم على كل الدكاترة والاطباء انهم لازم يكتبوا الرشدة بالكمبيوتر ما كل واحد بيدخلوا بتلاقي دكتور بقى عنده دلوقتي اللابتوب يقعد يكتب بس عنده الفورمة بتاعت الرشدة على الدسكتوب بتاع الشاشة بتاعت اللابتوب يكتب الدواء على طول بقى زي القالة الكاتبة يعني لكن بقى انعكشة الفراخ دي احنا عندنا بالمناسبة للعلم يعني اجمالي حجم الادوية اللي بيشترى المصريين في العام عبدوك رقم هقولك رقم مئة مليار جنيه وتخيل الرقم مئة مليار جنيه يعني انت تقريبا بتشتري أدوية ومية بتلاتة مليار جنيه الخبر جاي على لسان الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجل التصلية اللي قدامك دي رشدة بالمناسبة اللي قدامك دي رشدة الار دي اللي فوق اللي بتلاقيه في كله رشدات دي ار من ايام الفراعين حاجة كده زي عين حورس يعني ده معلومة برضو على الماشي يعني لكن اهيه دي رشدات طب زي ما لو جاتلك كصيدلي هتقرأها ازاي لا طبعا صعب جدا يعني وخلي بالك الصيدلي هقرأها بالوايا ده اذا كان اللي في الصيدلية وهو بيستلم منك الرشدة دكتور مش فني مش فني معمل ولا فني أشعة يعني حاجة طبعا صعبة جدا يعني هل فعلا اهو ده التطوير لو انت عايز بقى تتكلم صح طب ايه رأيك احنا كمارده نبدأ نقول للدكاترة لو سمحتم انا عاوزكم تكتبوا لي الرشدة بالكمبيوتر هل نقدر نطلب ده انا اتمنى ده ترجمة نانسي قنقر